اشتركوا في القناة ويانا نبدأ الفيديو ونشوف ايش هي الفكرة الجديدة طبعا متل ما نكون شايفين بعد ما فتحنا البرنامج نضغط على اليوم بتطلعنا صفحة فارغة نضغط على كيرفز او مفتاح كيرفز حتى نتحكم بابعاد المشروع راح نضغط على المربع اليسار ونكتب هنا الف وتسعمية وعشرين نضغط على المربع اليمين ونكتب الف وتمانين مثل ما نكون شايفين عامنا المشروع اخذ الشاشة كلاتا نضغط على هذا المفتاح ومنصغر حسب احتياجنا تقريبا هيك حاج نضغط على مكتبة 3D ومنبحث اول شي على كما نكون شايفين راح يطلعنا عدة اشكال من الارضيات راح نختار مثلا هذا الشكل مثل ما نكون شايفين طلعت سخانة الارض قليلة كتير راح نضغط على هذا المفتاح لحتى ينكبر شوي في تخانة الارض منضغط على هذا المفتاح لحتى ندول الارض تقريبا تسعين درجة نحطها في الزاوية نرجع نضغط على هذا المفتاح ومنكبرها شوي بكفي هيك وبعدين مناخدها من هون لاخرة المشروع وفي نص الطريقة راح نكبس على مكتبة 3D ونكتب هاوس مثلا راح نختار هذا الشكل راح نسحبه على هاي المنطقة منديره تسعين درجة نحطه هون ومنضغر حسب احتياجنا منضغط على هذا المفتاح ومنرجع تقريبا لحتى يصير ملاسق للارضية منرجع على مكتب ثلاث الابعاد لحتى نختار مثلا هذا البيت وبنفس الطريقة راح نضيف كل الاشكال وتابعوني حتى النهاية اشتركوا في القناة 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 آآ تمام. آآ خلني اعكس الالوان شوي. احزف هذه النقطة اللونية. واحزف التانية. آآ خلني اعكسهم لان من الاعلى بدي يكون عندي اللون الغامق او لون السماوي يعني. تمام. وممكن تاخد مسلا هذا اللون. وضع جميل. الان احنا لو شغلنا شريحتنا. خلنا نشوف فقط معينة كيف رح يكون معنا المشروع ابتداء. متل ما انا شايفين الرسمة غايب الجمالية وغايب الروعة. في بعض النقاط الغير واقعية. هي الموضوع الحواف اليمينية واليسارية متى ما انا شايفيها قطع. فلهيك برجع بنكر على الصورة. وباخد مع الشفت وايضا بنرجع بنكبر بالزاوية بحيس ان انا اخفي هذه العيوب. تمام? يعني نكبر شوي بحيس انه ما يكون في عندي هذا القطع الموجود بالصورة. تمام. خلني آآ اتأكد فقط ان الطريق واضح. طيب. الان ولو شغلت نشوف ملء الشاشة. لنشوف العرض كيف رح يكون. يعني انا محتاج الطريق يظهر معنا. وكل شيء يظهر معنا. متى ما نشايفين. الان رح الاجع الى ونختار ثري دي موديل وناخد مشهد السيارة. ونعطي احاء الحركة لسيارة على الطريق نفسه. تمام? بسحب السيارة لهون. رح نصغر طبعا السيارة بحيس يكون هي مناسبة لاحجام الناس الموجودين والكادر بالعموم يعني ما نحتاج كون عنديها كبيرة شوي. اضغط شفت وبسحبها الى خارجة شريحة بالضبط. بتوجه الى الانتقالات وبجي بختار يعني حركها بشكل افقي او شكل مستقيم واختار الجهة تكون عندي اياها يعني من اليسار الى اليمين. الان نقطة نهاية بنقر على مفتاح الشيف طبعا وبنقر عليها وبزيدها لحتى يعني تنتهي معنا اه واضمن خروج هذه السيارة من المشهد بالكامل. خلنا نفعل جزء الحركة واختار يكون عنديها الحركة مع السابق. اه افوت الى خيارات التأثير. بدأ وان هام ودي جانس بنعملهم صفر. وبنختار هون تكرار حتى نهاية الشريحة. يعني يتضل الحركة مستمرة للسيارة. وخلنا نبطي من سرعة شوي لنشوف الوضع الان. خلنا نشغل. ونشوف كيف صارت معنا الحركة على مشهد سلاسي الا بعض. وطبعا السيارة لازم تحرك معنا على الطريق بشكل نظامي. تمام. لكن اه طايرة السيارة على المتين وعشرين. خلنا نزيد موضوع السرعة. اه اه نبطيها عفونا شوي. خلنا نختار عشرين. اعتقد مناسب. هذا الموضوع السرعة محكوم الى المدة الزمنية والحجم. يعني حجم السيارة والمدة الزمنية للتحريك. بنعمل معينة ونشوف. تمام? الوضع اصبح منطقي نوعا ما. يعني وبهيك انوات من الرسوميات. يعني يكون فيها شيء من البطل او الجمالية. لا بس في الموضوع. طبعا عبودي جايبنا السيارات ما فيهم اشخاص. لكن في سيارات عليهم اشخاص. ويمكن تركيب عليهم اشخاص. وتجعلها ايضا متحركة بهذا المشهد. طبعا بامكانك تعمل سيارة تانية. يعني سيارة تانية وتختار السيارة تكون هذه السيارة الوحدة على اليمين ووحدة على اليسار. انا مش رح اطور معكم باللقاء لكن بنفس الطريقة ممكن انك تشتغل. يعني انا كنت مجهز او عبده هو كان مجهز. عبدالسلام العزيز كان مجهز سيارة رقم اتنين. جميل زراعي حلو كتير. اني المنطقة ريفية. فهو يعني اه جاب يعني هذا المشهد او لهذه سيارة. بيمكننا نحن يعني ان نتركها سابتة على الشاشة. وندورها كمان شوي. تمام. سابتة يعني على الشاشة. انك تضيف هذا العنصر موجود على الشاشة وليكن بهذا الشكل. تمام. وتحب مضيفة مضيفة انت حر يعني بالموضوع. لكن الان هي عناصر كاملة. الفكرة الان خلنا نصغر شوي. الفكرة الان بدي عمل تكرار للشريحة. تكرار للشريحة. رح نحزف ان الشريحة رقم اتنين السيارة. اللي انا رح اغير موضوع المشاهد وما انا محتاج سيارة هذي كنا موجود لا هي ولا الحركة الخاصة فيها. تمام. الان بهذا المشهد اه انا محتاج اصلة الضوء على الحوار اللي عملي بجول بين الشخصين هدول. فلا هيك. انا لازم اكبر فراغ العمل. تمام? واعطي بمعنى زوم للكاميرا. فبضغط مع الشيفت وبنكر على التكبير ومنكبر المشهد. تمام? حتى نحن نقرب وصلة الضوء ايش على هدول الشخصيتين. تمام? نسحب للاعلى شوي كمان. وليكن معانا بهذا الشكل. طبعا متل ما نشافين ايضا المعينة موجودة معانا. خلنا كمان نكبر شوي. تمام? متل ما شافين المعينة. خلنا نشغل ونشوف كيف راح يصول معنا احجام الكائنات اللي راح انا محتاج او الشخصيات. وليكن يعني هذا الوضع جدا مناسب لحتى يجو للحوار بين الاتنين. تمام? هون بامكانك ان انت تسجل مقطع صوت. بتسجل مقطع صوت. اه دبلاج. وليكن عبي كله. السلام عليكم. زي سحص صباحك يا جاري العزيز. تمام? فانت بتتوجه الى قائمة الانسيرت. اه هي ادراج. وبنختار اوديو. اه يعني من الكمبيوتر. تختار صوت. هون يمنك محتاج يكون عندك اطلاقا. اي مقطع صوت بتسجله. بهذه الشريحة فقط بهذا المشهد. لما الشخص الاول يكلم التاني انت بتضيف معاه الصوت. كلام جميل. الان بنقر باليمين. او قبل ما انقر باليمين خلني اختار اوشي انتقال المورف اطبقه على الشريحة. تمام? وخلنا نشوف معينة كيف راح يكون معنا او الحركة بين الشريحتين. طبعا بالشكل افتراضي بامكانك انت تضيف عنوان بالاعلى. عنوان بالاعلى موجود. تمام? اه حوار جميل بين اه جارين. تمام? يدور النقاش حول اه توفر المحروقات للسيارات. لان في عنا سيارات في المشهد. ثلاث سيارات. ربما يكون الحديث بهذا الشكل. تضغط على الاسبايس. اه راح تقرب الآن الزوم او الكاميرا. على الشخص الاول. ويبدأ الحوار. تمام? اللي هو طبعا الشخص اللابس البني. تمام? الان بنعمل ديبليكيت للشريحة. تمام? بتحزف منها الصوت الاول للشخص الاول. وبنعمل تحريك او تدوير لحتى نسلط الضوء على ايش? على الشخص التاني. طبعا انت بامكانك انك تغير الشكل بالتلاثمئة وستين درجة ما عندك مش لي. لان خليني بس انا اصلت الكاميرا. وليكن بهذا الشكل. الموضوع تجربة فقط حتى نشوف موضوع التحكم. تمام? وليكن على سبيل المسال اخد اللقطة من زاوية تانية. تمام? ناخد اللقطة من زاوية تانية. خلنا نشوف كيف رح يكون معنا بتأثير. برجع للشريحة رقم واحد. بنشغل العرض التقديمي. تمام? سيارة عمالي بتبرك. في عندك عنوان موجود بيعلى الشريحة. عيش رح يدول الحوار. وتضغط على رح يبدأ الحوار بالشخص الاول مع الشخص التاني. وبطط على تحت تنعكس معي الكاميرا والمشهد كامل. بهذه الجمالية. تمام? بهذه الجمالية. فآآ بهاي الطريقة ممكن نحن نصنع المشاهد بطريقة فعلا احترافية. خلني عمل طبعا انت كمان بتضيف الصوت بشكل كامل. هون نفس المبدأ آآ خلني مسلا بعد ما اتركب الاصوات خلني اعكس شوي. تمام المشهد وليكن معي مسلا بهذا الشكل. تمام? وليكن على سبيل المسال في شخص اخر رح يدخل معنا ايش? بالكلام اللي هو مسلا جار الاخر. الجار الموجودة وهي الشخصية التالتي. ونعمل يعني آآ محاكاة بسيطة. تماما نكبر شوي. ونعطي التفاف لصورة من هذا المكان. ونجلسها يعني بهذا الشكل. ممتاز. طيب الان نحن نشفنا صوت المشهد بهذا المكان. ولوضع اصبح جميل. از كان يعني جاره مسلا رح يتكلم فممكن نضيف صوت لألوم بنفس المبدأ. خلنا نشغل الان بالبي دايم. ونشوف جمالية لصور بهايدي البساطة وما في عنا برامج للغة برمجة ولا اي شيء اطلاقا. انا نضغط على بدأ الحوار. السلام عليكم. مرحبا يا جار. طب مني عنك كيف الحال? التاني يرد عليه وقول له والله الحمد لله. لكن موضوع البنزين غير متوفر. يا هل ترى هل جارنا يملك بنزين مستعير منه بنزين? اذكر مثال. فجاره بيسمعهن او بيتهيأ له انه اني رح يطلب منه بنزين. فبيتدخل مباشرة. لو تكرمتم انا لا املك البنزين. فيمكن يكون معنا الحوار بهذه الجمالية. وبكل بساطة يعني فقط هو برنامج رسام موجود في عنديز عشرة وبعض المهارات البسيطة لطريقة عرض الصور لثري دي على برنامج باوربوينت. واضافة اصوات وحركات وايماءات بتطلع مشاهد احترافية. الفكرة بالموضوع والجمالية انك انت بعد ما اضيف الاصوات كاملة بامكانك انك تعمل اكسبورت فيديو. وتختار فيديو نختار فيديو. ولا يكون على التسجيلات بنسميها. مش مشكلة للاسم. واضغط على سيف. طبعا موضوع المدية الزمنية انا ما اتحكمت فيها. تركت في التراضية هي الموضوع بيكون حسب المدية الزمنية لكل تسجيل صوتي لكل مشهد. رح نتظر حتى يكمل معنا المعالجة وتخريج مقطع الفيديو. ونشوف مقطع الفيديو. صور سلاسية الابعاد. لبرامج الاطفال. افلام كارتون. اي مسمم. ونشوف كيف رح يكون او رح يكون عفوا العرض معنا في مثل هذه المشاريع البسيطة. وطبعا اذا عجبتكم هذه السلسة من الفيديوهات التعليمية لصناعة المحتوى الاحترافي بامكانيات جميلة مع عبد السلام صالح مع مع احمد صالح. ادعمونا في المشاركة وشاركوا معي بالتعليقات واللايكات. فكل ما تفاعلتم كل ما قدمنا حزمة افخم واروع واكثر احترافية لصناعة المحتوى بالاخص اننا مقبلين على افتتاح عام دراسي جديد وفي ضد التعليم الالكتروني نحن نحتاج هذه اللياقة في ايصال الافكار التعليمية بالعموم. شارف على الانتهاء اه بين التصدير. خلنا انتزل فقط شوية وقت ونشغل مقطع الفيديو من مكان حفظه. طبعا بعد ما انتهى الفيديو بتتوجه الى مكان حفظ الفيديو. خلني اتوجه الى مكان الحفظ. ويمدي الاقي الفيديو. هذا هو الفيديو. خلنا نشغل الفيديو من الشاشة ونشوف تمام كيف صراحة الحركة بشكل كميل. طبعا السيارة والحوار والعنوان. وزي يكون في عندك ايضا بالخلفية الموضوع جميل جدا جدا. طبعا لما يتنتهي عرض السيارة اه على ما اعتقد يعني لازم هو يبدأ بالانتقال الى الشريحة رقم اتنين مباشرة وتظهر معي الحركة. تمام بعد ما انتقل الشريحة رقم اتنين بدأت سلسلة الحوار الموجودة. اه يعني اللي اتكلم فيها الشخص الاول وراح تندار معنا الكاميرا الى المشهد التاني. وانت بكون طلعت فيديو. بالاخير طلعت فيديو مع صوتيات وموسيقى وفيديوهات احترافية. فيديوهات احترافية. هذا كان محور لقائنا مع حضرتكم اليوم. انا وزعيم التصميم سلسلة الابعاد سيد عبدالسلام. نتمنى منكم التفاعل والدعم لحتى نقدم لكم الاشياء دائما اللايقة فيكم. نترككم برعاية اللام. ونلقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة